اشتركوا في القناة 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 مساوي له في المقدار عند زيادة قوة الفعل للضعف يبقى رد الفعل يا كمان هجزات للضعف مساوي له في المقدار من خصائص قوة الفعل ورد الفعل أنهما بيأصروا في نفس الاتجاه لقد تفضد الاتجاه بيأصر على نفس واحد على نفس الجسم لقد بيأصر على جسمين يبقى لهما نفس الطبيعة لهما نفس الطبيعة فكرة عمل الصاروخ بتعتمد على قانون نيوتن الثالث فكرة عمل الصاروخ بتعتمد على قانون نيوتن الثالث بعد كده سألعلل لما يأتي قد تؤثر قوتين أو أكثر على جسم دون أن تغير من حالته عللل ليه ممكن تؤثر قوتين أو أكثر على جسم دون أن تغير ليه ما تغيرش من حالته ليه عشان المحصلة هتبقى بتساوي سفر محصلة القوة في هذه الحالة هتساوي سفر تتوقف الدراجة بعد فترة من ايقاف البدال يعني انا وقفت البدال بس الدراجة عم لسه عملا بتمشي قال لي علشان الكسور الذاتي لان الكسور الذاتي هيعمل على استمرار حركة الطيارة فترة ان تتوقف نتيجة تأثرها بقوة الاحتكاك نتيجة تأثرها بقوة الاحتكاك بسبب الكسور الذاتي لان الكسور الذاتي هيعمل على استمرار حركتها فترة الى ان تتوقف نتيجة تأثرها بقوة الاحتكاك يسمى القانون الأول لنيوتن بقانون القصور الزاتي بإسم قانون القصور الزاتي ليه ينص على قصور الجسم عن تغيير حالته من السكون أو الحركة بسرعة منتسمة في خط مستقيم بنفسه رقم 4 سقوط قطعة النقود في القوب عند سحب الورقة ل methane لما أسحب الورقة فجأة لأن قطعة النقود 세طرة و هتحاول تحتفظ تحاول كده يحتفظ بحالة صورة السقن التي كانت عليها فتسكت في القوب لأنها تحاول في قصور في حالة صورة Eurade السقن التي كانت عليها اندفاع الركاب إلى الخلف إذا تحركت السيارة إلى الأمام فجأة برضو عشان القصور الذاتي هيحاول أنه يحتفظ بحالة الجسم السكون التي كان عليها فينتفع للأمام هيحاول يحتفظ بحالة السكون التي كان الجسم عليها فينتفع للأمام اندفاع الركاب إلى الأمام عند توقف السيارة فجأة أو يندفع قائد الدراجة النارية للأمام عند استضامها بحاجز ليه؟ قال لي لان الجزء العلو من الجزء هيحاول بالكسور الزاتي يحتفظ بحالة الحركة اللي كان عليها فيحصل ليه؟ هيندفع للأمان استمرار دوران المروحة بعد انقطاع الطيار الكهرابي عنها برضو بسبب الكسور الزاتي لان برضو المروحة هتحاول لها تحتفظ بحالة الحركة التي كانت عليها رقم تمانية ضرورة اردداء حزام الأمان في السيارة عشان يقلل انتفاع الجسم من الأمام أثناء التصادم فجأة نتيجة الكسور الزاتي هيقلل من احتمال الإصابة لها تحتاج سواريخ الفضاء عقب خروجها من الجاذبية الأرضية إلى استهلاك الوقود لكي تتحرك له عشان الكسور الزاتي هيحافظ على استمرار حركتها في خط مستقيم بسرعة منتظمة شايفين؟ أي أسئلة تعلل على القانون الأول برضو رحضي دي الكسور الزاتي الكسور الزاتي لأن هو أصلا قانون نتيجة أولا نحن علينا أن نسميه بقانون الكسور الزاتي رقم عشرة يثبت الجندي قعب البندقية في تجويف الكتف يعني اللي هو الحتة بتاعة البندقية اللي هو هنا ديتًا بيخلىها فتجويف الكتف يعني في الحتة الفضية لقال لي performed bypd dolls يعني من الارتداد البندقية إلى الخلف يعني عشان رد الفعل بتاع البندقية لما القاسيمة بتخرج عشان رد الفعل بتاع البندقية لما القاسيمة بتخرج ما تخبطش فيه لا تتخربت في التكويف الكاتفي اللي هي الحتة الفضية فما توجعش الجندي لا توجد فيه القون قوة منفردة ليه عشان تبقى لقانون نيوتين الثالث قوات الفعل ورد الفعل بينشأه معا وبيختافه معا قوات الفعل ورد الفعل رغم تساويهما لا ينشأ عنهما اتزان او القانون الثالث لنيوتين لا يمثل اتزان قوة ليه الا لان الفعل ورد الفعل تقول بيأثره على الجسمين مختلفين ومن شرورة الاتزان عشان الاتزان يحدث انهما بيأثر على الجسم وان القوة بيأثر على الجسم واحد عشان الاتزان يحدث اما رد الفعل وقوة الفعل ورد الفعل تكونوا بيأثر على الجسمين مختلفين تعتمد فكرة عمل الصاروخ على قانون نيوتين الثالث المقسوط لسه ايدينها وراء. ماذا يحدث في الحالات الاتية. واحد تأثر جسم بعد الكوة بعدة كوة متزمة. الجسم هيتأثر بعدة كوة متزمة. او محصلة الكوة المؤثرة على الجسم بتساوي سفر. ايه اللي هيحصل في الحالات كده الحالات دي. اللي الجسم هيحتفظ بحالة السكون او لو كان ساكن هيحتفظ بحالة السكون. لو كان متحرك هيحتفظ بحالة الحركة بتاعتها. عشان كوة المحصلة بتساوي سفر. توقف سيارة متحرجة بسرعة كبيرة فجأة بالنسبة لركاب السيارة اللي هيحصل لهم ركاب السيارة هيندفعوا الى الامام. هيندفعوا الى الامام. بعد جدا سئلة متنوعة. ايه ستتحرك كدار فجأة للامام? فما الاتجاه الذي تتحرك فيه حقيبة صغيرة? موضوع اسفل احد المقاعد اللي هيحصلها هتتحرك للخلف نتيجة كسور الزاتي. نتيجة الكسور الزاتي. اكتب الصغر رياضية المعبرة عن قانون نيتون الاول برضو يسا لنا ولا اصدارها الفيزيائية اللي تعتمد علي الساحر في سحب المفرش دون انتقع على الارض هتبقى صاهرة الكسور الزاتي. صاهرة الكسور الزاتي. استخدام واحد لحزام الامان طبعا ده بيقالل اندفع الجسم للامام اثناء التصادم. نتيجة الكسور الزاتي وبيقالل من نسبة الايه? الاصابات. اساس العلمي لفكرة عمل الصاروخ تطبعا قانون نيتون الثالث. قصف رائد فضاء جسما صغيرا في اتجاه معين. ماذا يحدث لهذا الرائد? وفي دوق ذلك اقترح طريقة لتمكن المركبة الفضائية من تغيير اتجاه خارج الغلاف الجوي. ناخد السؤال حتة حتة. قال لي قصف رائد فضاء جسما صغيرا في اتجاه معين. الا يحدث لهذا الرائد. قال لي الرائد ده يتأثر بقوة مساوية في المقدار ومدادة في الاتجاه تبقى لقانون نيتون الثالث. تبقى لقانون نيتون الثالث. فيتحرك في الاتجاه المداد لاتجاه الجسم اللي هو ايه? قصف. وفي دوق ذلك اقترح طريقة لتنمكن المركبة الفضائية من تغيير اتجاهها. غارج الغلاف الجوي. هقول يمكن التحكم في اتجاه حركة مركبات الفضاء لانها سبت محركات على جانبي المركبة. سبت محركات تف على جانبي المركبة. ولما شغل احد المركبات ديت. المركبة طبعا هتنتفل في الاتجاه المعاكس. وتطبعا توقع لقانون نيتون الثالث. ان انا هقول لكل فعل رد فعل. مساوى لو في المقدار او مضاد له في الاتجاه. بعد جاء عاوز يقال بقى من نيتون الاول نيتون الثالث من حيث النص. احنا عارفينه الصغر رياضية. سجما اف بالصغر صفر هنا اف واحد بالصغر سالب اتنين. كده نبقى خلصنا المنهج والاسئلة بتاعت كتاب الامتحان كاملة. ما سبناش الحمد لله. سؤال واحد الا لما حلناه مع بعض في منهج الفيزياء. ان شاء الله هنحل مع بعض الامتحانات. هننزل كشوية الامتحانات ونحلهم مع بعض. وبازن الله برضو هنبقى معاكو برضو في الترمي التاني. في الخمس برضو المواد اللي احنا بنشرحهم. اللي هما الكامية والفيزياء والجغرافيا والتاريخ والانجليزي برضو مع بعض برضو في الترمي التاني ان شاء الله. واشوفكم في الامتحانات اللي احنا نزلها باسم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.